سفر حباكوك الأصحاح الثالث من عدد الأول صلاة لحباكوك النبي على الشجوية يا رب قد سمعت خبرك فجزعت يا رب عملك في وسط السنين احييه في وسط السنين عرف في الغضب أذكر الرحمة الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران سلاح جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى وقف وقاص الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم مسالك الأزل له رأيت خيام كوشان تحت بلية رجفت شقق أرض مديان هل على الأنهار حمية يا رب هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص عريت قوسك تعريتا سبعيات سهام كلمتك سلاح شققت الأرض أنهارا أبصرتك ففزعت الجبال سيل المياه طمى أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العلاء الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك بغضب خطرت في الأرض بصخط دست الأمم خركت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق سقبت بسهامه رأس قبائله عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة سمعت فارتعدت أحشائي خلي بالك العدد الثاني بيبتدي يا رب قد سمعت خبرك فجزعت ويرجع تاني في عدد ستاشر سمعت مرتاني فارتعدت أحشائي من الصوتي رجفت شفتايا دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يسحمنا فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنين على الآلات زوات الأوطار آمين يا إلهنا نأتي إليك في هذا الصباح لكي ما تعلمنا لكي ما تسبت قلوبنا بنعمتك نحن ما بيعديش يوم ونعرف نمشي غير لما ناخد السندة بتاعتك رب تسند قلوبنا تسند أفكارنا مشاعرنا المضطربة تسندها خفنا تشيله وترجع لنا ثقة ويقين في إلهنا شكرا لك يا رب ماشي معانا في البرية يوم بيوم عناية أزلية عناية أبدية عناية يومية يا رب على مدار الساعة أنت موجود معانا مسبتنا ومقوينا ومغزينا ومفرحنا ننتظرك في هذا الصباح يا رب ننتظر صوتك تعزياتك تكلم متغاضيا عن ضعف وعجز وعدم أمانة من يتكلم أمامك ولك حمد القلب يا رب آمين آمين انتهينا مبارح من هذا السؤال الأول وقلنا في نهاية السؤال أنه اوعوا تفتكروا الرب بيقول أنه معنى أننا هتأخر أو هتأنى أن الشر لا يقضى عليه ولذلك أعتقد أن الأصحاح التاني من سفر حبقوك أكثر كلمة تتكرر فيها الويلات الويلات والويلات عايزة توضح أن الله لا يشمخ عليه الله قدوس وأنات لا تعني على الإطلاق أن يتساهل في الخطيئة عايز أمر حضرتكم بسرعة في الويلات ليه لأنه تكتشف أن هذه الويلات هي خطايا يفعلها ويقترفها الخاطئ كل يوم صح لكن للأسف بعض من هذه الويلات أحيانا يفعلها المؤمن عندما يكون بعيدا عن محضر الله عندما يكون بعيدا عن القدس ولذلك مهمة قوي لما تقرأ وتقرأ وتبص لنفسك ما تقراش وتقول ده في الغالب حد تاني بيعمل كده وم لما تمتحن نفسك وترى أن الله قد أعطاك تنبيها وإنت تنبهت خلاص تفرح أن الرب حفظك من هذه الخطيئة لكن تنتبه وتدرك لأنه قد تنطبق هذه الخطايا وتحدث في حياة مؤمنين ومما سنقرأه بعض الأمور لم يقترفها فقط قدسين لكن شعوب كاملة تتبع للرب شعب بكمله وقع في هذه الويلات عشان كده لننتبه لنتحذر لأنه من الخطايا المستترة أبرئني ولنقول يوميا اختبرني الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريقا باطلا الويل الأول يقول ويل للمكسر عدد ستة ويل للمكسر ما ليس له إلى متى وللمسقل نفسه رهونا أمامنا ويل بيكلم عن ناس بتاخد حاجة ما لهاش مش بتاعته بيكسر ليس ما له ولكن يكسر ما ليس له وهذا ضد قانون الله قانون الله إنك بعرق وجهك تأكل خبزك فأنت ما تجيش ضد قانون الله وتعمل إيه وتمتد وتنتشر عشان تأخذ ما ليس لك حتى الرجل الغني الغابي ما خدش اللي ما ليس له هو تعب وما خزنه تمالت هو صعي كان غابي لكن لم يفعل هذا فاحذر ويل أن تأخذ ما ليس لك احذر من ما فعله أخاب الملك الشرير عندما قرر أن يأخذ أرض نبوت اليزرع هي بتاعتك هي بتاعتك مش بتاعتك فقال له الرب على فم إلي هل قتلت وورست أيضا هي بتاعتك أحبائي نحن عندنا جنوح بالطبيعة البشرية أن نسرق ما ليس لنا ليس فقط مالا لكن حتى امتيازات حتى كرامة ما تخدش كرامة غيرك ما تخدش كرامة غيرك ما تخدش حقوق غيرك ما تخدش مدح غيرك ما تخدش ماجد غيرك ما تخدش أمور ما تخصكش خد فقط ما تقدمه وتتعب فيه هل ورست هل قتلت وورست في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت اليزرعيلي تلحس الكلاب دمك ويل للمكسر ويل للمكسر ما ليس له لكن شوفوا الرب يسوع لي كل المجد عايزة أقول إحنا الرب عايزنا نعمل إيه طوبة عكس ويل المعطي ما له أقولها تاني ويل للمكسر ما له لكن إحنا طوبة للمعطي ما له إحنا على العكس خالص إحنا مش عايزين ناخد حاجة مش بتاعتنا لكن إحنا عايزين ندي لعندنا والرب يسوع قال كده من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك ده بتاعي أنا ما أخدش حد ده التوب ده بتاعي ده أنا شريح ده أنا تعبان فيه فأترك له رداء أيضا ويل للمعطي ما له يا رب ده بتاعي من سخر كميلا فاذهب معه ده دفع لي 8 ميل واحد ليه تدي له اتنين من سألك فاعطيه ومن أراد أن يخترد مالك فلا ترده أيها أيها دي غنى غنى المسيح وغنى محبة المسيح الحقيقة المحبة الحقيقة يا جماعة لاتخالي الواحد يستطيع أن يتنازل ما عنده ليس أن يتكلم عن المحبة عندما تعطي أنت تحب ويل للمعطي للآخذ للمكسر ما ليس له لكن طوبة للمعطي ما له لماذا لا تزلمون بالحال؟ لماذا لا تسلبون بالحال؟ هذا أحبائي هو فكرة الله لنا دعونا نعرف كيف أن نحي الحياة المسيحية الحقيقية لنعطي ميل ضع في قلبك أنك يكون قلبك مفتوح لتعطي لتبزل لتقدم كل اللي خدناه من الرب ما كانش لي لكن هو أعطانا ما له أعطانا ما له أعطانا غفرانه أعطانا مجده أعطانا نعمته أعطانا رحمته وفي الآخر هيديني بيته فعلى هد ما خد ما ليس لك منه أعطي ما أعطاك الله وما عندك للآخر الويل الأول هو ويل للمكسر ما ليس له الويل الثاني أنا عايز أمر عليهم بسرعة ما عليش عشان الوقت الويل الثاني في عدد تسعة ويل للمكسر بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كاف الشر يلي عايز تخلي بيتك في العلو لتنجو من كاف الشر بالشر بالشر تكسب بيتك أنت للأسف ما أنتش عارف أنك تآمرت الخزي لبيتك لأنه حتى الحجر يصرخ من ظلمك فيجيبه الجائز من الخشب ويل للطمع ويل للمحبة المال لأن الذين يريدون أن يكون أغنيئ بيعملوا إيه يسقطون في تجربة فخ فخ عارفين يعني إيه فخ إن الحاجة أنت مش شايف ماشي شايف أرض لكن تلاقي نفسك وقعت في الفخ عارفين ليه لأن العالم ما بيقولش أن دي خطية ما بيسمهاش طمع ما بيسمهاش محبة مال لكن بيعملها فخ فيسميها لك بإسم تاني وكل الخطاة بتتسمى بإسم تاني عشان نقع فيها فالطمع ومحبة المال خلينا نساميهم طموح إيه رأيكم فتبقى حلوة فهد واحد يقولك أنت بتعمل كده اليوم الأخي طموح طموح أنا عايز أبقى كده أنت هتقول أن الطموح غلط هتكفر والطموح غلط إنه فخ فخ يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجع كثيرة ويل للمكس ببيته كسبا شريرا ربنا يحمينا لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لا يقدر أحد أن يخدم سيدين أمال إحنا مطلوب مننا إيه إذا كان ويل المكسر ما ليس له إحنا مطلوب مننا طوبة للمعطي ما له طوبة للمكس ببيته كسبا شريرا يقول عن الكنيسة الأولى كانوا يبيعون الحقول والبيوت ويضعونها عند أرجل الرسل ربنا يدينا نعمة أحبائي الحياة المسحية عميقة جدا 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 لو كشفت أمور حياتك وكشفت ما تفعله أمام روح الله في كل يوم في كل يوم هتلاقى الله بيقول لك دي ممكن تتعمل أحسن دي ممكن تزيد دي ممكن تتقدم بشكل أفضل دي ممكن تتقدم فيها بالشكل الفلاني لأن الله يريد لنا في كل يوم أفضل أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فكل يوم في أفضل في الطاعة أفضل في المحبة أفضل في البازل هذه الحياة المسحية ويل للمكسب بيته كسبا شريلا عدد اتناشر الويل الثالث ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون والويل ده أحبائي بيتكلم عن العنف عن الدم عن التعامل بقسوة هناك ويل إلهي لكل من هو قاسي ولكل من هو عنيف نعم لما كنا نتكلم من بارح كان أخسر ومستغرب إزاي في الفيلم في الأثر فيرجن من الفيلم أن الناس اللي بيصوروا التكنيشنز هاي تيك اللي كانوا بيصوروا الفيلم ده كان ده بيحدث أستاذهم حي وهم لا يشعرون بهذا هم مشغلين بيصوروا عادي ده شغلهم ليه لأنه قلب تبلد من العنف ومن الشر القلب الإبليس يقدر يخلي الإنسان بليد بليد في الشر عنيف النهاردة بتاليت الصبح قريت على حدثة تفجير اللي هو اللي هما بيفجروا نفسهم ده بس الغريب الجديد قوي فيها ما دي كل يامون بنسمحها إن اللي عملها واحد عندها سبع سنين في نيجيريا بدوها أو مبلغ روح يفجري نفسك سبع سنين تعرف حال سبع سنين تقدروا تتخيله في سوق فموتة خمسة غيرها طبعا هي مات ويل للباني مدينة بالدماء العنف والقسوة شكر رب لأن ولاد الله غير كده خالص لكن خلونا نزداد رقة في تعاملنا مع الآخرين خلونا نزداد حنية في تعاملنا خلونا نزداد يعني كده نخاف على بعض قوي نخاف على مشاعر بعض قوي المؤمن الحقيقي يتردد مرات كثيرة قبل أن يقول كلمة لأنها قد تؤذي قد تؤذي طب بلاش هاللي قد تؤذي دي لأنه الصديق يراعي نفس بهمته أما مراحم الأشرار فقاسي يعني الصديق ده الكلمة اللي قولها اللي بهمت يقولها وهي بهمة مش هاتفة بس هو طبعه بقى كده هو طبعه بقى رقيق طبعه بقى حنين ربي يقول ليونان أنت يعني أنت أي أنا مش عايزني أشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها أكثر من 12 ربوة من الناس لا يعرفون شمالهم من يمينهم وإيه تاني بقيت لقية إيه وبهائم كثير وبهائم كثير الدينة رقة يا رب فيها عملتنا أكثر وأكثر وداع أكثر وأكثر تعلموا مني لأني وديع ومتوضع القلب الرب دينة نعمة ويل للباني مدينة بالدماء والمؤسس قرية بالإسم الويل الرابع ويل لمن يسقي صاحبه سافحا سافحا اللي هو يصب حموك اللي هو قنينة الخمر ومسكرا أيضا للنظر إلى عورتهم وأنا عايز أنبه معليش سامحوني والكل يسمعني كبير وصغير أنه في خطيطين تلاتة هنا مرتبطين ببعض وموجودين في كتاب المقدس مرتبطين ببعض ومن الآخر ما فيش كبير عليهم ما لهمش كبير تلاقي هنا خطيط السكر مرتبطة بالنظر إلى عورتهم بالنجاسة السكر والنجاسة اللي اتنين فيهم ارتباط وشفناهم على مدار تاريخ الكتاب المقدس بيقع فيهم الكبار فجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب وموسى حزن من اللي عمله هارون لأنه رأى أن الشعب تعرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاومين وقال أني سامع عن صوت غناء هذا الولاي يا حبائي لازم يكون واضح ليه لأنه زي ما قلت لحضراتكم إبليس ما بيدهاش الصورة دي خالص خالص زي ما قلنا إنك تكسب ده طموح وإنك تدخل في الشر والنجاسة ده نوع من أنواع التحضر والمدني أنت بتقلد الناس اللي حواليك هو فيها إيه يعني ما بلاش الحكاية الرجعية دي بلاش الرجعية دي دي مدني الناس كلها بتعمل كده ولو سألت حد جنبك في البلد دي ما بيعملش كده مش هتلاقيه ولو قلت لحد النجنوي تعمل كده هيتحك عليك صح فما كل الناس يعني وصلت للناس فيهمت دلوقتي هو إيه يعني العلاقة دي إيه إيه مشكلتها يعني هو إنتوا بتقولوا إيه يعني ورقة صلوة في كنيسة إيه يعني ما كبر دماغك أنت بتتكلم في حاجات حاجات تفهة قوي يعني ديه اللي هتريحك حتة الورقة ولا الصلوة في الكنيسة لا 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 بلاش الدماغ المقفل عشان كده دلوقتي بقينا بنلاقي في المسيحية وفي الكنيس من يقبل تماما بالفكرة دي إيه المشكلة إيه المشكلة إيه المشكلة خالص ما فيش أي مشكلة إيه بتقولوا عليها نجاسة ليه بتقولوا عليها نجاسة خالص ما فيش أي مشكلة يرحمنا الرب يرحمنا الرب لأن الكتاب يتكلم على الخطيئة بصفة عامة لكن يجي على الخطيئة دي ويخصصها ويقول بوضوح الرب على لسان بولس أن كل خطيئة يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد طب ماشي ما إحنا عارفين طب مالدي إيه لكن الذي يزني يؤخط إلى جسد هايو دي مش بس خطيئة خارجة لكن دي خطيئة إلى الجسد ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم قد اشتريتم بتمن فمجدوا الله في أكسادكم وفي أرواحكم التي هي لله أحبائي السكر والنجاسة نجاسة والزنة اسمه زنة وسمعني الشباب والكبار وعقاب الله على هذا صعب فهو ويل تفتكروا مبارح وإحنا بنتكلم على ليه الله بيتأخر قلت لحضراتكم إن الله استنى مئة سنة على إيه على حبيبنا بتوع نوح واستنى كم سنة على الجماعة بتوع هارون كم سنة طب كم يوم طب كم دقيقة وقف موسى في الخيمة وقال من هو إلى الرب فإليه فخرجوا له اللويين عشان كده الرب إدن اللويين دولا يبقى بعد كده هما صبت الكهنوت كل واحد صفه على فخزه يقتل صاحبه ومات ثلاث تلاث تلاف نفسي في هذا اليوم طب ما تأخرتش ليه ما عرفش هو هو في حكمته بس أنا عايز أقول لكم هذا ويل هذا ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموكا ومسكرا أيضا للنظر إلى عوراتهم وبعدين بيبقى الإنسان مخزي لو كان يعرف ربنا يعني لو ما كانش يعرف ربنا هو بيشرب الإسم كالماء لكن من بيعرف ربنا يقول له قد شبعت خزيا خزي عوضا عن المجد فاشرب أنت وأيضا وكشف غلتك تدور إليك كأس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك قياء يعني إيه قئ استفراخ يعني خزي وقياء على مجدك لأنه ظلم اللبناني وغلطيك ربنا يدينا نعمة أحبائي أرجو ما تزعلوش مني أن أنا عالس يوم الحد الصبح كده بقى بشغال في الويلات هو يا جد كده لكن ربنا يعني ربنا يرحم الويل الأخير هو ويل للقائل للعود عدد تسعتاشر استيقظ وللحجر الأصم انتبه أتكلم هنا عن الأوسان وغالبا طول عمري لما جد تقرأ كلام عن الأوسان فوته يعني مش تابعي صح؟ مش تابعي أنا ما لنا وما للأوسان أنا لعندي تمثال في بيت ولعندي مطلب الدهب والفضة ولا عندي حاجة كده مسبوكة ولا عندي الكلام ده خلص ده مش تابعي لكن خلي بالك أنت ممكن ما يكونش عندك ده كله ممكن عندك حاجة بتعتمد عليها ما هو الوصل إيه؟ حاجة بتعتمد عليها وما فيهاش قوة لا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتشوف لكن أنت إيه؟ ما اعتمد عليها دي موجودة في حياتنا؟ موجودة للأسف موجودة للأسف المتوكلون على الرب مثله جاب الصهيون لكن ليتاكل على الإنسان يحصل له إيه؟ فيه أوسان أي الوصل هو أي حاجة سفر في القوة سفر حجر هيعمل إيه؟ لكن أنت نفسك حطت إيه؟ تقولك عليه حطت اتكالك عليه ملعون من يتاكل على ما هي الويل والملعون هدا واحد هي أتاكل على زراع بشرة حاجة أنت قيمتها سفر لكن أنت مديها ولاء مديها سجود مديها طاعة مديها إكرام بتكرم إيه؟ في حياتك قيمته سفر هو ده الوصل هو ده الوصل إيه اللي أنت بتكرمه ما يستهلش غير سفر إيه؟ اللي بتحبه وبتقدره وبتدي له وقتك بتدي له اهتمامك واخد حيز من تفكيرك واخد حيز من نشاطك وقيمته سفر هو ده الوصل ويل للقائل للعود استيقظ وللحجر للأصم من تبه حبائي رب يرحم رب يرحمنا إبليس بيسميها بأسماء مختلفة المكسر ما ليس له المكسر بيته كسبا المؤسس مدينة بالدماء من يسقي صاحبه سافحا حموكا والقائل للعود استيقظ وللحجر للأصم انتبه شكرا للرب لأنه ايه؟ لأن احنا خدنا قداسة نحن نتبع القدوس نحن لنا الجمرة التي على المسبح التي تأتي وتمس شفتين نحن ندخل إلى السيد ونراه جالسا على كرسي عالي وأزياله تملأ الهيكل والصرافيم يغطون وجوههم والكل لقاء المجد قدوس 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 ده مين ده؟ ده شعب الله المقدس ده كنيستة الله المقدسة التي تسير في طاعته وفي إكرامه واللي أنت واحد منها واللازم تعيش على هذا المستوى وتقول ها أنا زا يا سيد ارسلني ها أنا زا يا سيد ارسلني رب دي نعمة أحبائي فنعحي حياة القداسة وضح الرب عايز يربط لنا دراساتنا في المؤتمر ده عايز عايز يرجعنا كده من أشعي لحبة كقرى حين جايين عشان يخرج مننا إناء صالح للكرامة مستعد لكل عمل صالح طيب لسه عندي شوية وقت إن أنا أجاوب السؤال الثاني السؤال الأول كان ويا دوبك لسه مخلصينه هو لماذا يصبر الرب على الشرير السؤال حبخوق الأول أجابنا عليه وقلنا في الآخر وبنأكد إن الله لا يشمخ عليه وجاءت النهاية بالويلات ليعرف حواقوق إنه الشر مش هيتفاول إلا لو جاء التوبة فسقط بالتوبة لكن السؤال الثاني طب يا رب أنت أنت متقول عليهم طب وإحنا نعمل إيه هم حوالينا عندهم سلطان عندهم قوة عندهم سنان عندهم يعني حاجة يعني منطلقين دولا أنت قلت عليهم يا رب للأمة الكلدانية القاحمة دي خلها أسرع من النمور دي أحد من قبل مساء ده فرسانها ينتشرون إحنا نعمل إيه في المصيبة دي ده إحنا ودعائك الحمال يعني إحنا بكترنا نقدر نقول إيه ربي سامحك مش ده أنت علمتنا كده مش أنت علمتنا كنعمل إيه إحنا بقى في الحكاية دي علمنا بقى شوف لنا صرفة ويأتي الإعلان الواضح في عدد أربعة يتكلم في عدد أربعة جزئين عايز نقسمه مع بعض جزئين الجزء الأول عن الأشرار خليكوا بصوا على عدد أربعة عن الأمة الكلدانية القحمة عن كل شرير مستفحل في الشر يقول عنه هوزة منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه خلاص يعني كبرياء مع شر نقطة نقطة إيه والبار بالإيمانه يحيى والبار بإيمانه يحيى أتاري إحنا فاكرين لما الشر يزيد إنه البار يحصل له إيه يتاكل يتبلع لولا الرب الذي كان لنا لابترسونا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم عنه كنا هنخلص لكن أتاري الرب بيقول اللي فاكر إنه هيتاكل ويموت البار بإيمانه مش يموت يعمل إيه يحيى 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 نعم حياة مرتبطة وموثقة ومضمونة في الرب البار بإيمانه يحيى وأنا متصور يعني بحسب تصوري شخصي إن الرب حط لنا الآية دي كده عشان يقول لنا refer back refer forward يعني اطلع قدام كده ويشوف الآية دي فين وكما للرب عايز يجيب الإجابة في العهد الجديد فحط لنا الآية دي كده لمها في حبقوق في مرة يذكر عن الإيمان وقالك بعد كده بص بقى هتلاقي موجودة في غلاطية هتلاقي موجودة في روميا هتلاقي موجودة في عبرانيين ومع لما تيجي البار بإيمانه يحيى وترجع وتفتح التلاتة دولة هتلاقي الإجابة هتلاقي الإجابة ماذا يفعل البار عندما يحيط به الشرير خلونا نرجع هاخد بس عبرانيين حتة صغيرة خالص من عبرانيين حتة صغيرة من عبرانيين حداشر بس مش في الأول هناخد عبرانيين الحكاية دي حصلة في الاخر بيباني الموضوع ده خالص من الاخر خالص خالص في عبرانين يقول ايه عدد ستة وتلاتين خمسة وتلاتين اخذت نساء عبرانين حداشر خمسة وتلاتين اموتهن بقيامة خلي بالكم واخرون عزبوا ولم يقبلوا النجاح لكي ينالوا قيامة افضل ركزوا معا الله يخليكم في التلات اعداد دول واخرون عزبوا ولم يقبلوا النجاح لكي ينالوا قيامة افضل واخرون طبعا عدد كبير لانه اخرون دي مش مفرد تجربوا في هزء وجلد وبعدين كملوا عليهم ثم في قيود ايضا وحبس سبعة وتلاتين رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتزين مكروبين مزلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالايمان ايه الاجابة بقى رب ايه الاجابة اللي انت عايزت ادهالنا الاجابة بتقول ان البار مش هيموت طب يعيش ازاي يعيش ازاي البار بالايمان يبقى في حاجة اسمها الايمان هتخلي البار اللي لازم يتاكل ويموت يعيش والايمان ده ثقة حقيقية في اله ورجاء اكيد في اله الباردة بعمل الروح القدس بيجيله لقلبه واصل لقلبه عطية سماوية منحة الهية تدي له جواه يقين الرجاء الابدية يقين المجد يقين الاحضان السماوية فنشوف منه كده لو تمتصل عنصر اليقين يحمله الايمان الى قلب هذا البار مش هيقدر يعدي لما يصل يقين الابدية يخليه يعمل ايه يخليه يعمل الارنا واحد يعذب الاول اللي بيعذب ده كان عنده فرصة للنجاة فبيقول انهم لما تعذبوا الناس اللي بيعذبوهم زي ما شوفنا ادوهم فرصة للنجاة قالوا لهم احنا بدي اديكم فرصة للنجاة يقال انه قالوا لهم بس هم اقابوا ولم تعذبوا وخدوا فرصة للنجاة بس بشرط ان تنكر مسيحك ان تركر ايمانك لم يقبلوا النجاة ازاي قدروا يتعذبوا ولا لم يقبلوا النجاة لانه في هذا الوقت كانت القيامة الايمان بالقيامة الرجاء بالابدية يقين الاحضان السماوية السماء المفتوحة كانت موجودة وبالتالي عرفوا ان هناك في هذا الوقت بالذات يمكن احنا بنسمعه هنا لكن ما بندركوش زي ما الناس دي بتدركوا في هذا الوقت ان هناك مكان افضل وان هناك رفيق افضل وان هناك شكل افضل ليهم فهو الجسد اللي بيتعذب هناك جسد ممجد وهناك مكان افضل لانه هناك شخص افضل وفي هذا المكان الافضل لا موت ولا لعنة ولا صراخ ولا وجع ولا دموع هو زى مسكن الله مع الناس ام هذا اليقين بالمكان الافضل بالرفيق الافضل دولا هيعيشه مع مين مع عريس الخروف سراجها ما فيهاش نور ما هو منوارها ما فيهاش مياه ده هو نهرها هو بركتها هو الكل في الكل هذا اليقين هذه الثقة بتيجي في الوقت ده بالايمان للقلب فيقول لك انا اعذب ولا اقبل النجاح اما البار بايمانه يحيى دولا ما ماتوش دولا حيوا بايمانهم اخذوا قدرة الحياة عشان كده في هذا الجزء من عبرانين 11 يتكلم على من عذب ولم يقبل النجاح يتكلم على الناس قابلة كل الاهنات النفسية فيه ناس تقول لك انا محدش يقدر يعني كرامتي دي عندي بالكل لكن الناس دي تجربوا في هز هز طافوا في جلود غنم وجلود معز كانوا مكروبين مزلين فهم لم يقبلوا النجاح وقبلوا كل اهانة نفسية ممكن يتحرض له انسان قبلوا اسوأ ظروف للحياة فكانوا تائهين في براري وبعدين البراري فيها خوف عليهم فاضطروا يدخلوا في الجبال والجبال ممكن ينسكوهم فدخلوا في المغاير والمغاير ممكن يوصلهم فوصلوا في شقوق الارض انا مش عارف الشق اللي سلت باي ديفينيشن ما يقضيش حد شق المغاير لغويا حتة زي مغارة عدلام اللي دخلها داود هربان من شاول حتة تقدر تقعد فيها لكن الشقة هتقعد فيه ازاي شقوق الارض هتقعد فيها ازاي البار بايمان وياحي البار بايمان وياحي هؤلاء احبائي عذبوا ولم يقبلوا النجاح قابلوا كل الاهانات النفسية قابلوا اسوأ ظروف للحياة قابلوا اسوأ طرق للموت فمنهم من رجم ومات ومنهم من نشر ومات ومنهم من قتل بالسيف دفع برانين حد واشر بعدين الرب قرر يحل لنا المشكلة دي بعد ما الناس دي اكتازت في كده خدوا الكورس ده اللي ما حدش فينا مر فيه فاخر الكورس بتاخد شهادة انك اتمامت الكورس سيرتيفكت فالسيرتيفكت دي مكتوب عليها ايه عارفين مكتوب عليها ايه دخلوا السماء بالسيرتيفكت دي والسيرتيفكت ممضية من الرب الرب حط على السيرتيفكت مستحقا له وهو ده سبب دخولي هنا يا للمكت يا للمكت طب يا رب انت ده انت قلت انك عايز تقعدنا في العالم في يوحنا 17 لاستو اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير يا انت عايزنا هنا ايه بس دولة خلاص بقى ما بقاش العالم مستهلهم دولة بقالهم بلان تاني بقالهم خطة الهية سماوية تانية ان دلوقتي خدوا الشهادة بتاعتهم بتقول مكتوب عليها لم يكن العالم مستحقا له يا للاكرام يا للمكت يا لنور في السماء نجوم في السماء الرب حتتحطها نجم يمتاز عن نجم في المكت ان عيرتم باسم المسيح فطوب لكم لان روح المكت والله يحل عليكم روح المكت والله يحل عليكم عرفت يا حباقوق عرفت حبيبي ازاي البار يعيش البار بايمانه ما يموت يحيا البار بايمانه يحيا وبعد انها مش حكاية جديدة يعني مش حكاية جديدة احنا ابتدنا حكاية الايمان دي مع مين اول واحد اتكلموا عنه في الايمان كان مين يبراي بتقال عليه ابو المؤمنين صح مش بداية الكلام يعني عن الايمان وحسب له برا ابراهيم ابو ابراهيم كان حكايته حكايته مش زي دي بس حكايته فيها دي ايمان ابراهيم كله تقدر تلخص في حاجة واحدة ان الراجل ده كان الله بيدي له عود والوعود مش محتاجة يركب لها طيارة ما ادلوش وعود في افريقيا وهو في قاسي لا ادلوه وعود في الارض بتاعته قال له قوم مشى في الارض طولها وعرضها كل ده بتاعك طيب حل وسهل قوي يعني ما فيهاش ايمان كتير ايه اللي فيها ايمان ما انت مديني لها الارض بتاعتي بقا هي ده عيان كلها خالص حكايت ابراهيم كلها عيان كده فيبراهيم يقول له طيب يا رب يعني انا عندي حدود ايه اللي خد من عند النهر وادخل لحد الاردن وادخل يعني الحتة دي كده قطحها بتاعتك وخلص هو ده كل دعاية لكن ابراهيم ما كانش عايز تحكيها دي خالص فرح الرب اداله الوعد قال لك انا مش عايزه هتعمل ايه قال لي انا وازحاء ويعقوب والتلاتة هحفظهم ربنا يعينا نحفظ عيالي هحفظهم احنا الحتة دي مش هي اللي عايزينها ياخذ الرب اللي مدهاله بس انا مش دي رجائي ده مش ده تطلعي ده مش ده اللي انا عايز فيه انا عايز حاجة تانية عشان كده بالايمان رغم انه خاد الموعد تغرب في ارض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق ويعقوب الورسين معه لهذا الموعد عينه ليه لانه قال لنا اعيز يا رب مش حيانا انا عايز ايمان طيب ويه الايمان اللي انت عايزه هو ايمان الناس دي نفسه ايمان الابدية ايمان المكت ايمان الرجاء لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صنعها وبارئها الله ما هو ده الايمان من اصله الايمان يا حباي اول حاجة فيه مرتبط بايمان ابراهيم بالسماوية بالتي لها الاساسات باللي صنعها وبارئها الله هو ده اللي خرجوا من دائرة الحياة والناس دي مكمل على سكة ابراهيم لما الايمان ده قاعد في قلبهم ايمان الرجاء ايمان الابدية ايمان المجد سقة المجد ام جم وجالهم العذاب وجالهم الاهانة وجالهم الموت فقالوا مالوا ومالوا ما احنا عارفينها عارفينها انها مش هنا وعارفين ان البركة مش هنا وعارفين انه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا ننتظر العتيدة لان خيمة خيمتنا الارضية مش هتوعد كتير خيمة ابراهيم وسحق مش هتوعد كتير خيمة يعقوب مش هتوعد كتير وبالتالي لما جيت فين صار قالت فينها بس عايزت فينها في حتة بتاعتي فراح اشترى الابرو تسمى المكفيلة مكفيلة يعني بوابتين يعني باب تدخل منه بس هتوعد جوا لا ما فيه باب تاني تطلع منه وده اللي دخلته صار وده اللي دخل وراهيم وده اللي دخل اسحاء وده اللي يعقوب قال ليوسف توديني هناك عشان ادخل في البوابتين ادخل واخرج مش قاعد هنا ولما اخرج باخد ايماني باخد رجائي بروع السماوية بروع الانتظار بتاعي مش هو ده هو ده ايه هو ده نفس الايمان ده الايمان اللي بدي من زمان ومكمل مع ولاد ابراهيم ومعه مكمل مع كل الذين امانوا بالله وحسب له برا وده اللي خل موسى يرفض ان يكون ابن ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي لانه كان ينظر الى ايه المجازة دي عمله امير عمله رئيس ده بهدلوه بطلعوا عينه وجيه ربنا كمان وايه وداله حتة عقب في الاخر ومال ايه المجازة دي من هي ورسها من ابوه ابراهيم كلنا محطوط فينا من زمان في قلبنا فكر واحد ايمان واحد رجاء واحد دعوة واحدة وهي اننا لا ننظر تحت اقدمنا لكن نسبت ارجلنا على الحسن ونرفع احينا منتظرين العتيدة السماوية التي لها الاساسات لما تعمل جسة للاساسات تلاقيها اساساتها ضربة لان صانعها وبارئها الله عشان كده حبخوخ حبيبي البار بايمانه يحيى البار بايمانه يحيى هذا الايمان احباب اللي نشتاق من الله ان يشتعل في حياتنا هذا الايمان احبابي الذي نشتاق من الله ان يلمع امام عيوننا في كل يوم نحن لنحيا غربي ككنيسة الله كشعب الله احنا مش عايشين بالاكل ولا بالشرب دي اجسادنا لكن ارواحنا تحيا بايمان واحد انه سيأتي يوم ولا نحسن كالباقيين الذين لا رجاء لهم لانه يبوق بوق الله والبوق ده فرح واحد بيبوق يعني عندنا في مصر بيزغرت فين الزغريب بتاعة الفرح والاموات في المسيح اللي هما كانوا ابرار وعاشوا بالايمان يقومون اولا ثم نخطف جميعا معهم في الصحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين فين ما فيش شقوق تاني ما فيش مغاير تاني فيش سككين تاني فيش رجم تاني ما فيش ألم ما فيش لعنة ما فيش موت ما فيش صراخ ما فيش وجع حتى البحر لا يوجد فيما بعد سأرى سأرى عيانا فادي الوراء أجلس وأعود قدام يسوع بلا نحيب البار بإيمانه يحيى البار بإيمانه يحيى أنا عايز أقول لكم وبكل أمانة إنه امتياز لكنيسة القرن الواحد وعشرين بكل أمانة أن ترى ما حدث الكنيسة في القرن الأول إنه امتياز صدقوني امتياز اتحرمت منه الكنيسة فترات الضعف فترات لما بقت الكنيسة بتحكم ولما بقى الأباطرة والقياصرة مسيحيين وعشنا في الرغد والهنى وبعدنا عن المسيح امتياز عظيم لكل من يحيى الكنيسة في هذا الوقت أن الله أعطاه أن يرى بعينيه أتقياء أتقياء إننا نتمتع بامتياز المسبيين في الكلانيين عندما رأوا إيه السلاس فتية في النار ولم تقترب النار من سيابها امتياز ربنا يدينا أن يكون مش دموع كلنا بنعايد امتياز ربنا يدينا مش يكون حزن أو ضيق أو صراخ وتعجب فقط وأنا مش بعترض على كده لأنا حبقوخ عمل كده لكن المتاز يكون سبب نهضة 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 أكتر صلاة أكتر حتى الأشرار دول عايزين صلاة لما الكنيسة هتعمل إيه غير إنها تنهض يا كنيسة قومي وانهضي ربنا بيدي جرعة كده تخلي الميت يقوم تخلي الكنيسة تقوم يرجع ينشط المحبة وينشط الغيرة وينشط الحماس وينشط الأمانة وينشط الطقوة ده امتياز رب يدينا أنه هو يسمر فينا هنخسر كتير قوي لو الأيام دي عدت وخرجنا زي ما احنا لو ما ابتدناش ننسى زواتنا ننسى خلافتنا ننسى مشاكلنا ننسى الحق اللي عمين نحك في بعض ونخبطه في بعض ننسى الأنانية ننسى الفينجر بوينت اللي بنعمله ونرجع كجماعة ككنيسة نسجد أمام الله ونقول له محتاجين لك محتاجين لك محتاجين لك في حياتنا الشخصية في بيوتنا في عيالنا محتاجين لك في كنيسنا في اجتماعاتنا في شهادتنا في أشغالنا لنعلن الحق السماوي ربي دينا نعمة إليه حبائي خلونا نحن نرقصنا في السبب اشتركوا في القناة